ناس كتير بتشتكي مؤخراً من ألام المفاصل شايفين إنه ممكن يكون السبب هو التعرض بقى للبرد اللي بيبقى جاي من التكيفات أو المراوح خصوصاً طبعاً في فترات الحرارة العالية لكن هل فعلاً إحنا بنقول الكلام ده وتورسناه كده من أهالينا ولا فعلاً فيه علاقة بين الجو وأمراض المفاصل يا ترى لو فعلاً بنشغل التكيف بشكل مباشر على الجسم أو بنشغل المروحة ده ممكن فعلاً يؤثر على العظام ولا ده كلام أهالينا بيقولوه بدون المروحة بدون التكيف أهالينا بيقولوه وحنا بنحسه يعني لسه قبل الفقرة كنا بتكلم فيه أنا ومنا وفيش حدي ما بيحسش بواجع العظام والمفاصل ومنا رقبتها واجعها من هنا فالدنيا صعبة جداً كلنا بنحس بداء هل إحنا بنتعرض للتكيف لفترات طويلة جداً بعد بنتعرض للتكيف بيطلع للجو اللي بيبقى يعني حر جداً فبالتالي ده بيأثر علينا بشكل كبير نعرف إزاي نعالج ألام المفاصل دي أنوحها إيه ودرجاتها إيه وإزاي ممكن أتأقلم مع هذه الألام بشكل يعني يحافظ على المفاصل والعظام بطريقة صحية وسليمة هنعرف تفاصيل أكتر معانا ومنورنا ومشرفنا دكتور طارق حمدي السري أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بجماعة عين الشمس نورتنا فإنما أهلا بك دكتور أهلا سهلا 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 محمد أهلا سهلا منا الشكوى المستمرة واجع في رقبتي ألم في المفاصل في ظهري في الرقبة الأيام دي بنسمحها كتير جداً هل فعلاً سبب التعرض لفترات طويلة للتكيف بشكل مباشر للمراوح ده بيؤثر على الصحة الأظام درجة حرارة الجو اللي حوالينا آليها تأثير على الفقرات بتاعة الظاهر وعلى فقرات طبعاً الرقبة وعلى العمود الفقري طبعاً لما يكون درجة حرارة دي عبارة عن طيار هوا جاي من تكيف مباشر أو من مروحة جاية مباشرة حيبقى التأثير بتاعة أكبر القوضة كلها لو هي ساعة حيبقى لها تأثير أو لو الجو اللي احنا فيه حيبقى ساعة حيبقى تأثير بس احنا دلوقتي في الصيف بنستخدم بساعات تكيف كتير دنيا حر عوي ممكن تبقى مش قادر وعايز تقعد تحت المراحة عايز تقعد في وش الفانز بتاعة التكيف علشان خطر تخرج من إحساسك الشديد بالحر ممكن تنام فيه كمان فده هيأثر آه ليه تأثير هي مش خدعة أو ما هياش حاجة تورثناها وخطأ لا هي سليمة وسليمة تماماً طيب يا دكتور احنا مش بنبقى عايزين نقعد في وش التكيف احنا عايزين نبقى بنقعد جوة التكيف الوضع بيبقى سعب جداً والله بالذات لو جايين من بره طبعاً بنقعد ننصح كتير ونقعد نقول يا جماعة استنوا لما جسمكم يا عادل ولكن ده فعلاً ما بيحصلش احنا بنبقى جايين من بره داخلين فوراً في ثواني اللي لحق ياخد دوش لحق اللي ملاحقش يبيقف في ثانيتها قدام تكيف المروحة اللي لم يكن مولع الاتنين في نفس الوقت هي في فرق بس من الحاجتين دي اللي هو دخل وقعد على طول واللي خد دوش ممكن بقى لو كان كمان دوش دافي ولا حاجة وبعدين خرج وهو جسمه سخنة اكتر علشان يعد ده هو كده يعني عمل كل الحاجات الخطيرة عمل كل حاجة طيب العضلات حتتأثر بالطيار الهوى السائع دي لوحدها وهي الطبيعي خالص ان العضلة حتتأثر بانها رد فعلها للهوى السائع ايه؟ رد فعلها للهوى السائع انها تنقبض وتنقبض بشدة وانقبض اي عضلة زي الكرامس كده ما هي هتوجعك هتتوجع طب هو ليه العضلة بتنقبض يعني ما هي دي حاجة بتوجعك بتحافظ على الحرارة اللي جواها لانها شايفة انه احنا يعني في حاجة بتسقعها اعهافة هتفقد الحرارة لجواها فبتنقبض حفاظا عنها هي حاجة شبيهة جدا اللي حدي قلت هيبقى عنده قط للبلد او حيطق عنه الدم فهي بتعصره علشان توفر له دم اكتر فبالتالي توفر له درجة حرارة احسن ان درجة حرارة الدم جوا جسمنا بصرف النظر احنا برا شكلنا ايه؟ هي درجة حرارة سبتة في حدود السبعة وثلاثين فهي عايزة توفر له حاجة تحسن من درجة حرارته علشان اللي جايله من برا فهي رد فعلي مهم لحياتك بس هو نتيجته انه هيوجعك ده درد فعلي العضلة ردود افعال بقى الاعضاء التانية للحرارة ده حاجة هتلاقي مختلفة طب هيا دكتور افهم من كلامك دكتور طاري انه التأثير المباشر بيبقى على العضلات قبل العظام او المفاصل يعني العضلات هالي بتتأثر بشكل مباشر الاول كلام سليم تماما وهو ده اللي انا كنت بقول انه هو هيبقى فيه حاجات تانية للعضاء التانية يعني الوجع جيه لما انت تعرضت الطيار من الحرارة لسقعة علشان العضلة انقبضت طب ايه الحاجات طبعيان مثلا اللي عنده انزلاء غضروفي ليه في التعرض لدرجة حرارة قليلة سقعة او في الجو بقى الشتاء حيبقى عنده الالام بتاعته زيادة عن الاي وقت تاني علشان خاطر اولا قصة العضلة دي اللي احنا قلناها طب بعد كده العصب نفسه هو العصاب في الجسم البناء ادم في الاماكن المختلفة بتحس بالقلم عند نقطة معينة العصب في تراطيف سابعك بيحس بالقلم عنده نقطة بس العصب مثلا في ظهرك بيحس بالقلم عنده نقطة والعصب في رجلك هيحس بالقلم عنده نقطة ومختلف عنده واحد والتاني فيه واحد تشك فرح مسرخ فيه واحد تشك ما حسش بحاجة قبل الإحساس بالألم عند العصب بيقل مع الطيار الساعي يعني بيقل يعني تحسه أكتر يعني كل ما تتعرض له تحسه بزيادة أكتر مش بيقل مش يعني ما حسش بالألم لأ هي العكس إحساسه لما يكون إحساسه بالألم يقل ده معناه أنه يحس بالألم أكتر لما يتعرض للطيار الساعي فدي واحدة التانية الالتهاب الغدروف المتزحلق من مكانه أو مشاكل العمود الفقري عموما سوى الرقبة أو الظهر من تحت أو الفقرات عموما فيها جزء من الالتهاب والالتهاب ده حيزيد لما الدم يقل وإحنا اتفقنا أن حيحصل الحكاية دي بالزبط مع درجة الحرارة الأولية فالالتهاب كبروسس أو كحاجة بتحصل في الجسم مع نزاق الغدروفي حتزيد فيبقى ألم الغدروف حتزيد طيب إحنا كلمنا أن الأعصاب بتأثر العدلات العضلات بتأثر بالإضافة ليه العظام مين اللي بيتأثر أكتر؟ السيدات وهو مشهور أكتر إن إحنا يمكن السيدات بيبقى عندها أكتر نسبة لحشاشة العظام وضعف للعظام ولا الرجال وهل بتفرق في السن ولا لأ؟ ومش عارفة السيدات عندهم حاجة شوية مبهرة بالنسبة لنا كلهم مبهرين مش حاجة بس كلهم إبهارلة هكيد هم عندهم في بعض المواقف إحساس بالوجع مبالغ فيه شويتين وفي مواقف أخرى إحساس بالوجع وتحمله مبهر لكل الرجال فبالنسبة لألام العمود الفقري لا احنا بنلاقي إن السيدات ممكن يتأثروا أكتر الكتلة العضلية عند الست ممكن تكون أقل شوية فبالتالي أمور هتبقى احتمالها أقل شوية يعني بالذات لو سيدة تكون مثلا رفاعة شويتين برضو كتلة العضلية تعيطها هتبقى قليلة ممكن لو سيدة مليانة شويتين ممكن تبقى كتلة الدهون زيادة فتعمل عازل فهي شوية هتفرق من حد التاني هي معتمدة في جميع الأحوال على إحساس السيدة أو الرجل بالألم الطريقة الأمثل في التعامل مع أجهزة التكييف أو المراوح للمرضى اللي عندهم مشاكل شوية في العمود الفقرية أنا لا تدرش استغنى عن التكييف والمروحة يعني في جميع الأحوال بس هو النصيحة هو أن أنت ساقع الأوضة أو ساقع المكان اللي أنت فيه لكن أيها بالذب تتعرضش لطيار سائع مباشر وبرضو كنت بتكلم على الخدعة المتورثة درجة حرارة التكييف على 24 أو على 25 أو على 20 أو على 19 هي على فكرة التكييف مش بيشتغل أسقع هو بس بيفصل إمتى لكن هو المشين بدعته هي شغالة بنفس الحكاية فانت اثبتوا يعني مثلا على 24 هتوفر شوية وهو هيفصل في الوقت 24 ووفر كاربا وحتخلي المكان يعني عموما لطيف وبس هو مش هيحصل حاجة مختلفة فاثبتوا على درجة حرارة طبيعية يفصل ويروح ويجيب حسن درجة حرارة التكييف تبقى لطيفة وكويسة وخلاص وما فيش حاجة مباشرة عليك دي الفكرة سهلة دكتور مؤخرا بنلاقي الأطفال الأبطال الرياضيين في السن الصغير لسه يعني ما بقوش شباب بيعانوا من ألام في بعض الأحيان في العظم وفي المفاصل وفي العضلات مش عارفة ده بيبقى له علاقة برضو بالتكييفات اللي بقت موجودة طول الوقت في الصلاة الرياضية وبيخرجوا يتعرضوا ليه حرارة شديدة ولا ده بيبقى انهاج عضلي زي أوفر ترينينج للعضلة بيحصل هو لي يعني شقي الشق الأولاني هو حاجة حقيقة قلتيها دلوقتي وإحنا كنا لمسناها قبل كده من شوية صغرين لما قلنا اللي هو جسمه سخن وتعرض لطياره يعني انت عملت نوع من نوع البسطرة تعريبا يعني انت عرضتوا لطيار سخن أوي فالعضلة رحت عاملة رد فاعل معين وبعدين رحت فجأة معرضوا لطيار سائع أوي فراحت عكسة كل رد الفاعل بتاعها فوسط الاثنين دولة الأوعية الدموية اللي جواها طلخبطت تماما فانت يعني عملت فيه كل حاجة بيخة ده من ناحية بالنسبة بقى الجزء بتاع الأطفال الصغرين بالذات هي الحقيقة محتاجة يعني مدرب أحمال فاهم قوي 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 وطبيب واعي قوي للفريق ده علشان خاطر الأطفال الصغرين اللي في طور النمو والمفصلاتهم لسه في طور النمو هم عندهم ألام علشان المفصلة ده العظم ده مازال إن هو بينمو عضلاته مش مكتملة تماما نوع التمرين اللي حيعمله وشكله إيه هتحد حيحتاج معاه كمان طبيب تغذية يمكن خاص بالبروتين اللي هتوفر للعضلات أكيد أكيد ودي نقطة في منتهى الأهمية إنه هتروح بينا للمكملات الغذائية أنا مش بكلم عن حاجات الممنوعة يعني مش بكلم مثلا على إنه بياخد أدوية ممنوعة لا لا خالص بس هو لو بياخد حتى مكمل غذائي فيه بروتين هو مش مناسب ليه الأكل اللي ربنا خلقه بكميته اللي تقدر تاكلها هي وده اللي مناسب هو ده اللي يبني عضلتك بلاش المكملات طب دكتور طرق أهمية إن أنا من وقت للتاني أمارس الرياضة وأقوي عضلاتي لأنه فكرة أن تقوية العضلات دي بتحافظ على المفاصل يعني كتير من الناس ده من بيتكلموا أني عشان أحافظ على الرجب بشكل سليم لازم أقوي العضلة اللي هي العضلة الربعية هل إحنا عندنا الثقافة دي إن أنا ممكن من وقت للتاني يبقى بش أعمل تكوين عضلي لكن أحافظ على التشكيل العضلي لجسمي عشان أحافظ على العظام المفاصل طيب هو حلو قوي دوت لأن إحنا كنا لسه بنسمع جزء ونشرة رياضية خلينا نروح حتة بس بعيدة شوية عن تخصصي يعني أنا بتاع جراحة مخو عصاب وجراحة عمود فقري مش هقدر قوي أقول في الركبة بس حولك حاجة من معلوماتي بعض الرياضيين مش على المستوى الاحترافي مش الناس بتلعب في الدوري ومش ناس على مستوى الاحترافي بعض الرياضيين تمارسوا رياضة حتى لو بيلعب كرة مع أصدقاء أو كده هو لو جالوا روباط صليبي مقطوع هو ممكن مش عملية خالص هو يعمل زي ما أنت بتقول كده إنه هو يتقوي العضلة الأمامية بتاعت الفخت ودي حتقوي مفس الرجبة وحتحافظ عليه ويقدر يعيش حياة عادية وبس هو مش محتاج يعمل المانوفرز العنيفة بتاعت الرياضي المحترف لكن حيقدر يعيش حياة طيبة وكويسة وما فيهاش مشكلة فكلامك الحقيقة صحة تمام على نفس المستوى بالنسبة لعضلات الفقرات لو أنا عندي بدايات لانزلاء غضروفي أو هشاشة زي ما حديك ذكرتي من شوية التقوية العضلات هتساعد بقوة إنها تحمي من إن الأمور تتفاقم وإن الغضروف ده يحصل مشكلة إن العضلات بتتقوى والأربطة كمان بتتقوى الرياضة البسيطة رياضة الماشية أو السباحة يعني ممكن السباحة مش متاحة في كل الأحوال لكن الماشية كويسة أكيد نكتور إحنا خلاص يعني فضلنا أقل من دقيقة على المجز مين المتهم الرئيسي المروحة أو التكييف الحاجة للطيار بتاعها جديد مجاشر هو ده المتهم الرئيسي التكييف ساعات بيبقى أقوى شوية أكيد ربنا يسلم إن شاء الله ويعدي الصيف الحار ده على خير وإن شاء الله يبقى الجميع في صحة جيدة كل شكرا لك الدكتور طارق حمدي السري أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة عين شمس نورتنا وشرفتنا شكرا جزيزي شرفتنا نورتنا دكتور شكرا